قد قلنا في ناس يدخلون الجنة غصبا عنهم غصبا عنهم يدخلون الجنة ما يبغون يدخلون الجنة بس يسحبون بالسلاسل من اللي ما يبغى يدخل الجنة وليش يجرون بالسلاسل من دوما أطول عليكم بسم الله نبدأ يقول أبو هريرة رضي الله عنه يوم من الأيام فجأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يضحك فقال بعدها عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون يا الله يعني في ناس يدخلون الجنة غصبا عنهم طبعا قال العلماء في الحديث هذا هؤلاء الناس الأسرى من الكفار اللي أسلم بعد أسره هذا أول قول واللي يجتمع عليه أغلب العلماء يعني هم كفار أسروا في الحرب وأسلموا بعد أسرهم القول الثاني المسلمين اللي ما يحبون الطاعات يعني يصلي وهو كاره للصلاة بس عارف إنه إذا ما صلى إقاب الله شديد ياسر رحمة وهو كارههم بس خايف من الله سبحانه وتعالى يطيع أمه وهو ما يبغي يشوف وجهها بس سوى هذه الطاعات كلها اللي أوجبت لها الجنة القول الثاني هم الأسرى من المسلمين اللي مات وهو أسير يعني حنا جالسين صلي ونصوم وفي الأخير هذول يطلون غصبا عنهم يا رحمة الله حاب أسمع آراءكم في التعليقات إلينا السلام عليكم